صادي فيت ايجي هاد المدرس ابو الرياضيات اللي لايحل ولايربط حتى ميحاسب ولا يدرب بالسالفة شكو ماكو فقلنا حيلو خلنطلع الكتاب جوا الراحلة فبدأ الامتحان قاعدينانو صديقينطلعين الكتاب و ننقل ننقل هيك عثر يعني فشنوا فجأة فتحت الباب الباب ما الصف كان يطب المدرس مينو طاب مدرس التاريخ وما المادة طاب اول ما طاب قبال تمشي ويجا علينا احنا بالذات علينا علينا ايجا بالذات يعني لا طب بيباعوا لا هي وفات يتشي تمشى بكل هدو وشان يمد ايده جوه الرحلة كان يطلع الكتابين كان يسحبه وراقنا وقع عليها صفر وطلعنا برا السؤال هنا يطرح نفسه انتو كطلبة شلون عرف بينا احنا ده ننقل من الكتاب حدس انا وصديقي محتارين حدسه ما نعرف شون السر لا احنا نقدر نقول له شلون اللي قفتنا يعني اقابلك وبزعينك يعني فوقها فوق مغاش فما اعرف ما اعرف الحدث ثاني مصدوم شو تقوله شلون عرف يعني تخيل انت قاعدة خير رحلة وبس انت تدري رح تنقل وبس انت تدري محضرلك برشومة ويجيك المدير يقول لك تعال طلع الورقة من جيبك الورق اللي يتضامها وكاتبها بالمطبخ ساعة بالعشرة بالليل وط وعلى فكرة الصف ما بي كاميرات ايضا ايام عفنة شوف ليش الغش حرام عمدالله انا بعد مأسوا هاي السوالة واصلا انا ما كملت ما استفادية اصلا من هاي السالفة خافة تقول انت ما استفاد من السالفة انا ما استفادية اصلا انا ما اعتمدت على المدرسة عموما ليش الغش حرام لان انت راح تصعد مو بمجهودك ومن راح تصعد وتنجح مو بمجهودك راح تكون موظف فاشل ما تأدي عملك باحترافية وممكن تضر المجتمع يعني مثلا تخيل انت ابوك مدير ويسمحلك تغش بكل الامتحانات الحد ما تتخرج من المدرسة وهم يسوي لك واسطات الحد ما تدخل الكلية الطب وهناك هم يسوي لك واسطات كلها نجاح 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 الحد ما تصير طبيب وهالحال راح تكون طبيب فاشل ممكن تأذي غيرك ممكن تكتب علاج غلط وتضر الناس فانت خلص المدرسة شلوما كان ودخل القسم انت حابة او انت مبدع بيه حتى تدرس من كل قلبك وتتعين بيه وتعرف تشتغل بيه بشكل احترافي بس الحمد لله انا ما اعتمدت على المدرسة انا شغلي خاص بيه ما ما اعتمد على التعيين وراتب من الدولة اصلا المدرسة كل شي مضافت لي انا ثقافت نفسي بنفسي بالكتب الخارجية اللي حسيتها صدق فادتني وطورت تفكيري للأسف الكتب الموجودة بالمدارس اذية للطالب انتوا ليش ما تسمعون المدرسين او وزير التربية شونو تفهمون اكثر من الشخص نفسه يعني يابد كتبكم تعبانة بيه معلومات اصلا مين استفاد منها مسائل بالرياضيات مالها داعي يعني ارجوكم انتوا شونو مادة تسمعون الطلبة مادة تشوفون شكاويهم وحلقي هي بس صالي 90 الف حلقة تشعر المدارس شونو مضعياتكم هاي تعايشين موجودين افتر عالطلاب وسألهم ماكوا والله العظيم بتلعب نفسهم من المدرسة ليش بسببكم ما تزرعوا الحب بالمدرسة بالطالب ما بيها متعة معرفيا ما خلني شغلات ممتعة بالمدرسة لغين لو اني مدير حتى العاب الكترونية احط بالمدرسة شبهكم تدرون اني اكثر من هواي ناس خريجة كلية اكو بيهم خريجين كليات ما يعرفوني يكتبون املاءهم غلط يكتبون لي رسائل املاءهم خزي خزي ولا عب ولا كخريج كلية بس اتحدى واحد يغلبني بقواعد اللغة العربية انا يحسه تحدى واحد املاءه صحيح بقدي الحدسة الناس تكتب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة